عند سقوط العاصمة صنعاء بيد الحوثيين سقطت الدولة معها وبالتأكيد جميع مؤسساتها سترى الحوثيون على مؤسسات الدولة ليتركوا للحكومة الشرعية الفراغ كان البنك المركزي الواقع تحت قبضة الحوثيين السلاحة الأهم لجعلهم يتحكمون بشكل كلي بالاقتصاد وإيرادات الدولة والإنفاق على حروبهم ضد اليمنيين المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية شددت على ضرورة استمرار التعامل المالي عبر البنك المركزي بغض النظر عمن يسيطر عليه تحت مبررات كثيرة أبرزها تفادي الانهيار الكارثي للاقتصاد والعملة الوطنية في الاتجاه الآخر كانت الحكومة تسعى لإقناع العالم بأهمية نقل البنك المركزي اليمني للعاصمة المؤقتة عدن بسبب استمرار الميليشيا في نهب المخزون النقدي الأمر الذي أدى لانهيار العملات الوطنية مقابل العملات الأجنبية سعت الحكومة مؤخرا للإعلان عن جملة من الإجراءات قالت إنها للحد من هيمنة الحوثيين على القرار الاقتصادي وهو ما عبر عنه رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر من خلال الدعوة لوقف توريد الإيرادات للبنك المركزي في صنعه وهو ما دفع بمحافظ حضر موت أحمد بن بوريك إصدار مذكرة إلى مديري عموم الجمارك والمنافذ البرية والبحرية والجوية إلى جانب مكاتب الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية بوقف التوريد للإيرادات المحصلة إلى البنك المركزي وتوريدها بدلا عن ذلك للبنك الأهلي في المكلة كبديل قبل أن نصرح وزير المالية الدكتور منصر القعيطي أن محافظة حضر موت استبقى الأمور وأن هناك حسابا بديلا للحكومة سيتم توريد الإيرادات في المناطق المحررة وغير الواقعة تحت سيطرة الميليشيا إليه وليس إلى حساب السلطات المحلية في المحافظات يرى مراقبون أن الحكومة في طريقها بل بدأت بالفعل في تنفيذ خطوات جدة لفتح حساب حكومي بديل عن البنك المركزي في صنعه لتستطيع بعدها الإفلات من قبضة الحوثيين الاقتصادية والتحكم بإيرادات المحافظات لبدء تطبيع الحياة في المناطق المحررة لكن السؤال الآن هل ستنجح الحكومة في خطوتها هذه أم أن صعوبات جديدة ستطرأ وتمنع الحكومة من الاستقلال الاقتصادي موسيقى